خبرنا الأخير مواطن خليجي بيتغزل في الفكهة المصرية بيتزايد الإقبال بشكل كبير مشاهدين على الحاصلات الزراعية المصرية خلال السنوات الأخيرة خاصة مع نجاح وزارة الزراع والسصلاح الأراضي ومن خلال الإدارة المركزية للحجر الزراعي في فتح أسواق تصديرية جديدة سواء للدول الأوروبية أو العربية أو حتى دولة اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتشترط اشترطات قوية جدا لدخول أي أصناف من الفواكه والخضروات المختلفة وإدارة الحاصلات الزراعية المصرية غزو الأسواق العالمية وده لجودتها ومزقها الطيب من الأرض الطيبة مصر خلونا نتابع مع حضرتكم فيديو بيظهر فيه أحد المواطنين في إحدى الدول الخليجية العربية وهو بيتغزل في الفاكهة المصرية زي العنب والبرتقال وكمان الخوق وعدد من الفواكه المصرية خلونا نشوف الفيديو ونرجع مع حضرتكم شوفوا شوفوا هالعنب يا سلام عنب مصري والله العظيم هالعنب دي تأخذك ثلاث حبات أربع حبات وتأكلها ما شاء الله تعيشك جو تعيشك جو فأكل هالعنب دي وفي منه مشكل بعد فيه عناب عندنا مشكل تعال يا محمد يا محمد افتح افتح الكيس افتح الكيس خلي الناس تتفرد يا سلام ها شوفوا الشغل شغل عدل أكل أكل وأكل شوف العنب الأحمر شوف العنب الأحمر شل عليك بعلب عافية أبويا تستاهل تستاهل كل الخير عليك بالعافية وهذا البرتقال المصري وهذا الخوخ كعب الغزال وكل شي موجود يا عيال وهذا المشمش أشوف 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 يا سلام على الزي حياكم هذا الخوخ اللي جناً لوولي والتالي هذا أطيب خوخ موجود خوخ المصري الفشاوي شوف يا سلام بس يا حسين بس يا حسين بس يا حسين كفاية يا حسين العنب المصري الخوخ المصري الفواكه المصرية الخضروات المصرية بتغزو الأسواء العالمية فيديو مبهج فيديو يخلي واحد سعيد متطمن على القطاع الزراعي اللي الدولة بتهتم بيه ووزارة الزراع وستصلاح الأراضي بتقدم كل دعم للمزارعين متطمنين على هذا القطاع الاستثماري الواعد